تعليقاً على الإنفو جراف بس ليها معنى كبير جداً أنه النادي الأهلي يكون في المركز الثاني على مستوى الأندية اللي بتشارك في دولة أبطال أفريقيا اعتماداً على ولاده ودي بالنسبة للأهلي حاجة كبيرة جداً لأنه تبتتكلم على أكبر نادي بس مش من حيث التاريخ والبطولات والأرقام لكن كمان كقوة اقتصادية بكلم حضرتك على ميزانيات بكلم حضرتك على عوائد مادية نتيجة تفوز وتتويج ببطولات بكلم حضرتك عن عوائد مادية نتيجة بيع لعبين أو بس فضائي أو رعاية وبالتالي بتكلم على أريحية كبيرة للنادي الأهلي جداً في أنه يستفيد بالإمكانات العظيمة دي في شراء صفقات ورغم كده الأهلي هو النادي رقم 2 على مستوى القارة اللي بيعتمد على أبناءه بعد النجم السحالي والنجم السحالي ممكن يكون مجبر أو مرغم على ده نتيجة إلى حد ما لضعف الإمكانات لكن في النهاية تحصل بالحقيقة لإقدارة النادي الأهلي وللجنة التخطيط في النادي الأهلي اللي بتشتغل حقيقة على إعادات مواهب من قطاع النشئين